ايضاً اليوم كان فيه كان فيه أحكام صدرت على بعض إخواننا وفي سمسيل التأييد الحكم في حق فراد بن عيسى المتمثل في عام حبس نافذ وخمسمائة ألف دينار كغرامة بهانة هيئة نظامية يعني تسمع هذه كلمة هيئة نظامية مع اعتراف يعني هي كين مليون قضية لكن لاعتراف الأخير هذا التأمس اللي راح تزلزال لدى النظام انت أويحيا ما أويحيا كان رأس من رؤوس النظام كان رئيس حكومة لعدة سنة مرات هو الآن هو يعترك بأنه لم يكن أكثر من مجرد مرتزق عميل الأحراء تسجنونهم على عبارة أو على سطر أو على كلمة أو على شعار لهيئة نظامية هذه هيئات نظامية هذه هيئات حناشية انشأتها انشأها نظام الحنوشة وهم عملاء لدى الحنوشة وعملاء لدى الآخرين هاوا باعترافه ويحيا الآن لم يكن أكثر من مرتزق لدى أمراء الخليش إضافة إلى أشياء أخرى كثيرة سنعود إليها أيضا أخيرا برمجوا برمجوا محاكمة الأحرار الثلاثة اللي موجودين في الحراش محمد تجديد نوردين خيمود وعبد الحق الرحمن يعني برمجوا بأن يحاكموهم يوم الخميس 14 جنبي أدعو أخواني أن يكونوا هناك ليقفوا أمام هؤلاء الشباب لثبت وعندهم سبع شهر وهم رمينهم في الحفز بعض منهم سبع شهر تقريبا يعني تقريبا سبع شهر واحد منهم عندهم وعندهم وربع شهر تقريبا فكانوا قاموا بالإضراب ولعلكم تذكورني تحدث لكم هنا عن الموضوع توقفوا على الإضراب وهذا جيد شيء جيد بعد أن قامت العصابة ببرمجة المحاكمة هي هذه مظلمة هي أصلا وجدهم في السجن ظلم بذلك أنا مرات نسمع بعض إخواننا ربما نكون عن حسر نية بعض المحامين من إخواننا يقول لك والله ظروفهم مليحة داخل السجن ما كيش واحد ظروفهم مليحة داخل السجن أصلا إذا تمنع الناس من حريتها حريت التعبير وتعبير عن أشياء بسيطة دولة مدنية تقريب الشعب مصيره ما كيش واحد يكون في السجن ويكون ظروفهم مليحة ما كانش آه نعم كي الناس عندها صلابة مقاومة معنويات مرتفعة هذا شيء جميل لكن أصلا أن تمنع واحد من حريته وأن تنزع عن واحد حريته وتسجنه الظالم يسجن المظلوم فهذه كارثة في حد ذاتها فممكنش نتكلم عن ظروف جيدة نهيك على أنه على أنه حدثت لبعض إخواننا وكثير من إخواننا تعذيب أقل شيء تعذيب نفسي لكن كان يتعرضه لتعذيب جسدي ولعل الحر إبراهيم دواجي الذي خرجه وتكلم عن التعذيب الذي يتعرض له كان واحد من الشهادات القوية والقوية جدا الذي يذكرها التاريخ ويذكرها الناس أحد الناس كان إبراهيم دواجي من الثابتين سجنوه مرتين والضغط شديد عليه وعلى أسرته وعلى الوالد وعلى الزوجة وعلى شيء مهول ثبت وما زال من الثابتين الأحرار وقد تحدث عن التعذيب ولكن آخرين أيضا هنا كريم طابو أيضا تحدث على التعذيب على الأقل شيء يتحدث فيه أمام القضاة وأمام الناس جميعا ولعله هو أيضا يأتي وقت وين يتحدث ونسمع منه ربما بشكل أكثر تفصيلا وأكثر وآخرين من إخواننا كل اللي يدخل للسجن من الأحرار يتعرض للتعذيب النفسي أقل شيء المنع القهر أحيانا الشتم أحيانا السب وأحيانا كان يتعرضوا إلى التعذيب الجسدي آه ربما استثناءات لبعض الناس اللي كانوا يريدون صناعتهم ويعطاهم شرعية السجون كما سماها أخونا كاريم طابو هذوك بضاية الحال هم أصلا أوجدوهم وقلة صغيرة ربما في كل مئة القثنين أو ثلاثة من صناعتهم هؤلاء يقل ويكشفون أنفسهم مع الأيام ينكشفون مع الأيام ينكشفون خاصة إذا واحد منهم خرجوا دار لايف يفضح روحوا فضيحة تاريخية لأنه لايف مش سهل باش تكلم في اللايف لايف مش سهل كل ما في قلبك في نهاية المطاف يخرج إذا كنت تدير في اللايفات خاصة إذا مش واحد مش اثنين ومش ثلاث لايفات ربما بفترة فالناس ستترك سترك على حقيقتك لذلك لما يخرج واحد منهم من حين لآخر من هذل الناس أنا لا أسميهم لا عملاء ولا جواسيس ولا الناس تحكم عليهم لكن يكشفون أنفسهم ويظهروا بمظهر اللي في نهاية المطاف يخون شعبه مش عين نقوله خاونا هذا الشعب يحكم عليهم لكن يخون شعوبهم ويخون الفكرة أو الناس اللي ربما كانوا ظنوا فيهم خير الحمد لله أن هؤلاء هم الاستثناء وهم القلة إنما الأغلبية الغالبة من أحرار البلاد اللي دخلوا السجون واللي دخلوا الاعتراك واللي دخلوا المعركة هذه أو حتى اللي في الخارج يخوضونها وهم حقيقة يخوضون معركة من أجل الشعب ومن أجل الوطن صحيح الناس ليس ملايكة قد يرتكب الناس خطأ هنا وهناك لكن الفكرة العامة أنه اللي يغلب عليه خيره على شره مرحبا به وهو في الاتجاه الصحيح بإذن الله إذن اليوم أيضا كان فيه غليزان التمست النيابة قضاة التليفون يعني التمسوا في حق 19 شخص 19 مواضن 19 حر 19 جزائر حر حراكي ثمانية أشهر حبس نافذ وخمسين ألف دينار كغرامة مالية مرة أخرى التحريض على التجمهر المسلح إلى آخره إلى آخره وقائمة وهم قائمة طويلة حي الله حرار عيزان حي الله هؤلاء الأحرار وكل إخوانهم أينما وجدوا